احنا في 2014 نهاية 2013 على 2014 يعني كنا مسيطرين والجيش مسيطر وبالعكس يعني امن وامان وكان تنظيم القاعدة يمكن بشيء بسيط جدا ما مؤثر علينا يعني لكن داعش الارهابي اجانا من سوريا ما اجى من العراق ولا اجى من اي دولة اخرى الخوف هنا سيدي الكريم امريكا اليوم يعني الاكراد خلاص بطلوا يوثقون بالامريكان بعد تصريحات ترامب وانسحابه من الموضوع الاتراك بطلوا يوثقون بالولايات المتحدة الامريكية العراق نفسه عندها تحفظات الكتر السياسية عندها تحفظات على الولايات المتحدة الامريكية بالتالي ما نعرف اذا صح او غلط هذا الموضوع شنو اللي يسووه كافي ام غير كافي فبالتالي بعض يشوف الاسلم للمنطقة على الاقل هذول الرؤوس الكبيرة لتنظيم داعش الارهابي يجب ان تتم مراقبتهم بشكل مضبوط وادخالهم في سجون في العراق مراقبة قد يكون هو الاسلم للجميع من عودة هؤلاء اللي نتدر احنا من نحجة على الفساد نقول رؤوس الفساد هذه نفس القضية بالضبط يعني استاذ قاسم نعم قنبلة موقوتة تدخل العراق لكن البعض دي يشوف هذه المصلحة العامة نعم سيد الكريم اعتقد انه ما ذهبتم اليه حقيقة يعني صحيح لكن انا السؤال يعني اجيب بسؤال يعني لماذا يكون العراق مرتعا لهؤلاء الدوائش لماذا لا يذهبوا الى مكانا اخر كأن يكون الى بلدانهم يعني القنابل الموقوتة هذه هل نحن موعدون بها فقط يعني صح الجيش العراقي المؤسس الامنية العراقية الحجد الشعب العراقي تعامل مع هذه المجاميع الارهابية بصرامة وبدقة رائعة ويعني انتصروا عليهم لكن هذا لا يعني انه سجل مفتوح الى ما لا نهاية من الزمن سيد الكريم هناك اتفاقات تحت الطاولة هناك حقيقة يعني صفقات تجري في الغرف المغلقة بين الدول يعني المحدودية مع العراق بين سوريا وبين روسيا وبين تركيا وبين الاكراد وبين الامريكا جميع الاطراف هذه مشتركة حقيقة يجب ان تتحمل مسؤوليتها يعني ليس من المفروض ان يتحمل العراق وحده يعني ماذا بالذي اشتره العراق لكي يعامل بهذه الطريقة نحن قاتلنا نيابة عن العالم قاتلنا المجاميع الارهابية انتصرنا عليهم لكن هذا لا يعني انه نحن ملاذن لهم اي وقت يعني يأتون بهذه المجاميع والدخول الى العالم